خلال الزيارة استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبا حيث ناقشت طرفان عددا من الملفات أهمها عقد الانتخابات القادمة في ليبيا وتصور الحكومة الليبية لإنجاز هذا المشروع المهم والانتقال بليبيا من المرحلة الانتقالية إلى الاستقرار هذا وجددت الجزائر دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن وللخطوات والتنسيق الدولي بشأنها إلى جانب التحذير لعقد مؤتمر دولي تصدفه الجزائر دعما لإجراء الانتخابات في ليبيا كما اتفق الطرفان على ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين خاصة في مجال النفط والغاز في ظل الظروف العالمية الرهنة بهدف زيادة الانتاج والتنسيق في التحكم في الأسعار تطلقنا إلى إمكانية عقد لقاء أو مؤتمر وزاري خارجي للخارجين للدول مع الدول بشأن ليبيا ونحن ندعم هذا الاتجاه ونؤيده وهذا المؤتمر يغطي الخطوات المهمة التي يدعمه العالم في مجال الانتخابات في ليبيا ترجمة نانسي قنقر